بسم الله الرحمن الرحيم مجتمل على أدلة من كتاب السنة من أحسن ما قلت في هذا الباب عناية العلماء به وكثرة الشروحات عليه وحسن التغيب والترتيب والتصريح وغيرها واهتم بتوحيد الألوهية قلنا نعم وإمام ومعاصر ومعروف وغيرها نعم ما دخلنا غيرها ما دخلنا بلامس لا تدري أنت شاهد نعم أخذنا أن سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حلما أدعوه النجدية رحمه الله جميعا هو إيش التوحيد كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشر يقال عنه وحاذم وأرادوا أن يقدحوا وإذا هم يمدحوا نعم النسبة إلى الله سبحانه وتعالى غير هذا نعم عشرة أقسام تبعي معي هنا شوية وأترك الأجهزة هذه نعم عشرة أقسام أقسمنا قلنا الكتاب حتى نتصور كتاب العشرة أقسام مقدمة خمس أدوار تفسير التوحيد هذا القسم اليوم إن شاء الله الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله سبب كهرباني هذا تحت حجته والرد على من يطلد الشيخ لقعت الأمة في الجزيرة الأعمال الشيطانية الأعمال الغلوب الأسماء والصفات المناطق أبضي أركاض الشركية والخاتب ماشا تمام غيره نعم أخذنا الباب الأول ما هو ضغجوب التوحيد لماذا بدأ به؟ حتى تعلم أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأمبياء والرسل عليه الصلاة والسلام الثاني فضل التوحيد لماذا؟ حتى تشتاب واجب عليك وتشوق إلى اللابد من من تحقيق تحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصر وتحقيق التوحيد يكون بالتقاول والعمل والاعتقاد وتحقيق التوحيد عند المؤلف دراءة الباب صحيح؟ اكتداب إبراهيم عليه الصلاة والسلام سادة الأولياء الرابع قلنا كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده لأن بعض الناس يظن أنه هو إمام الأئين نعم وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليه واخر من الشيء إذا أنت من بابي أولا ثم باب أدعى لشهادة أن لأني من الله لأن المحقة تحقا للتوحيد لا أود أن أدعو للتوحيد وأترك كتاب الشيء وللرد على من يقول أن الشيء لا يقع وللرد على من يقول أن أول ما يبدأ به الدعوة الصلاة قال أول ما يبدأ به التوحيد وغير هذا ما أنا أخاذه نعم ما شاء يا أخوي أترك الجهاز هذا ها؟ أعطينيهم أحفظ أترك هذا أترك لا لا خليه هناك خليك معيش لا الشيخ بالعثيمين رحمه الله تعالى استشكلوا عليه هذا الأمر الكتابة فالشيخ يقول للآن عندما تكتب تذهب عليك بعض المحلوم خاصة على هذه الأجهزة ممكن لك رسالة وكذا منهيات صح؟ نعم الثاني السلف الصالح اعتادوا على ماذا؟ على الحفظ والضبط ونحن اعتدنا اليوم على هذه الأجهزة ونوضع الجهاز ضع من كل شيء كنا قبل تأتي هذه الأجهزة المطورة نحفظ أرقام الهواتف نحفظ الآن لا نحفظ الثاكرة هنا تعطلت التي كانت تحفظ الأرقام الأرقام نعم فالسلف عندهم حفظ بشرهم لنعوذ أقصهم على الحفظ ثم الدرس عندنا مكرروا كم مرة الآن مكررنا الدرس كم مرة تقريباً ثم مرات أقلت شيء ومع الكتاب مكتوف في الكتاب كل شيء ايش تكتب؟ أنا ليس عندي شيء أنا فقط تذاكر معكم طيب؟ نخلي جهازك نعم تعريف التوحيد تعريف التوحيد وقلنا من التوحيد إقراد الله سبحانه وتعالى بالمختص سبيل من الضربية والدوئيس ما صفاً وعرفنا نوع التوحيد الله يباك ما شاهد نعم غيره نعم شروط الدعوة إلى الله قلنا خمسة الأول الإخلاص قلها هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي وبعرفة الحال البدر والحكمة وسورة العصر تدل على الصور حالي